السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء مرحبا بكم معي في هذه الحصة الجديدة اليوم سنشتغل على تثبيت الظواهر اللغوية إذن صفحة 26 إذن علامات الترقيم أرسم علامات الترقيم المطلوبة إذن فاصلة سنرسم فاصلة هكذا نقطة علامة التعجب علامة الاستفهام نضعها بعد السؤال أكتب على دفتري ما يملأ علي ثم أصحح أخطائي إذن داخل القسم ستقومون بكتابة ما يمليها عليكم الأستاذ أو الأستاذة إذن أقصام الكلمة مكون الصرف والتحويل أصنف الكلمات في الجدول بحسب أقصام الكلمة إذن قلنا الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقصام الأفعال الأسماء والحروف إذن قد نشوف الكلمات وقد نقسمهم في الجدول إذن بنا بنا فهو فعل بنا نكتبه في قسم الأفعال سوق سوق فهو اسم سوق في في فهو حرف تجول 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 فعل على حرف المدينة 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 اسم تطل تطل فعل البحر اسم ب حرف إذن نمر لأستمرين السؤال الموالي أقرأ الكلمات وأركب منها ما يمكن من الجملة الفعلية إذن نركب الجملة الفعلية من هذه الكلمات إذن أولا نبدأ بالفعل بش تكون جملة فعلية يجب أن تبتدئ الجملة بفعل عندنا هنا جديد الأفعال أزوره وأحبه إذن مثلا نبدأ بالأزوره وش هاد نقوله مثلا أزوره أزوره مدينة فاسع أزوره أزوره مدينة فاسع أزوره مدينة فاسع أزوره مدينة فاسع الجملة الثانية ندير فيها أحبه أحبه مدينة فاسع مفخرة الوطني أحبه أحبه مدينة فاسع مفخرة الوطني مفخرة الوطني جملة الثالثة أزوره 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 مدينة عريقة يعني أزوره مدينة ما أزوره 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 مدينة فاسع أحب مدينة فاسع مفخرة الوطني أزوره مدينة عريقة مكون التراكيب الجملة المفيدة أقرأ الجمل غير مفيدة وأحولها إلى جمل مفيدة تشهد الصوامع على إذن نكمل الجملة باش تعطينا واحد المعنى وتكون جملة مفيدة هذي نديرو تشهد الصوامع على عراقة حضارتنا تشهد تشهد الصوامع على عراقة حضارتنا تشتهر مراكش ب تشتهر مراكش ب بصومعة الكتبية تشتهر مراكش بصومعة الكتبية يعرف الجد ماذا يعرف الجد؟ يعرف الجد تاريخ المدينة تاريخ المدينة تشهد الصوامع على عراقة حضارتنا تشتهر تشتهر مراكش بصومعة الكتبية يعرف الجد تاريخ المدينة إذن السؤال الأخير أنتج جملتين مفيدتين وأضع علامات الترقيم المناسبة إذن نقدر نديرو جملة إخبارية تنتهي بنقطة نقدر نديرو جملة استفهامية نديرو علامات الاستفهام جملة عجبية إلى آخره إذن نديرو في الأول نديرو جملة استفهامية متى نزور مدينة مراكشة؟ متى نزور مدينة مراكشة؟ متى نزور مدينة مراكشة؟ إذن شنو علامات الترقيم اللي نقدر نديرو هنا يا؟ إذن هذا السؤال نجب أن نضع علامات الاستفهام متى نزور مدينة مراكشة؟ جملة الموالية أتنديرو جملة إخبارية تنتهي بنقطة راقتني راقتني أي أعجبتني راقتني معالم هذه المدينة إذن شنو علامات التعجبية؟ إذن شنو علامات التعجب؟ بحال متى نديرها لكم هنا يا؟ ما أروع ما أروع زخارف هذا المسجد؟ هذا المسجد ماذا نقدر نديرو هنا؟ علامات التعجب إذن شنو علامات التعجبية ما أروع زخارف هذا المسجد؟ ماذا؟ متى نزور مدينة مراكشة؟ راقتني معالم هذه المدينة ما أروع زخارف هذا المسجد؟ وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء